هجوم أوكراني مباغت داخل الأراضي الحدودية الروسية صدته موسكو سريعا ملحقة الخسائر في صفوف القوات المهاجمة بالضربات الجوية ونيران المدفعية تم إحباط محاولات التواغل في كورسك بحسب موسكو أما الخسائر الأوكرانية فبلغت نحو 945 عسكريا معدى المعدات والآليات العسكرية فيما تستمر عملية تدمير وحدات القوات الأوكرانية بحسب إعلان وزارة الدفاع الروسية التي أكدت أنه يجري تعزيز القوات التي تقوم بعمليات قتالية نشطة مع التشكيلات الأوكرانية في سورجا بمقاطعة كورسك ورغم الظهور القوي لموسكو الممسك بزمام الأمور لا يمكن تجاهل خطورة الوضع على حدود البلاد حيث وصف مراقبون الهجوم بأنه واحد من أكبر التواغلات التي تقوم بها القوات والمدرعات القتالية الأوكرانية داخل الحدود الروسية منذ بداية الحرب إذ ثم إعلان حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي في المقاطعة فيما أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعات تتناول جوانب الحرب وفيما أعلن البنتاجون مواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية قالت واشنطن إن الهجمات الأوكرانية على كورسك باستخدام أسلحة أمريكية تتماشى مع سياسة البيت الأبيض وهو ما أثر تساؤلات جدية عن أبعاد هذه السياسة وارتداداتها اللاحقة ولسيما أن موسكو حذرت مرارا من تبعات مثل هذه الخطوة موسيقى